بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن ال-PBN MPLS ال-PBN MPLS ال-PBN اختصار ل-Virtual Private Network وفكرتها هي استغلال شبكة عامة مثل شبكة الانترنت في وظيفة خاصة تتمثل في ربط الفروع المتمثلة في الشبكات الخاصة مع بعضها البعض من خلال شبكة الانترنت والذي ساعد في انتشار تقنية ال-PBN هو غلاء أسعار الخطوط المؤجرة كذلك استخدام ال-PBN ليس مقتصرا فقط على عملية ربط الفروع مع بعضها البعض وإنما أيضا يتم استخدامها كتقنية ليتمكن المستخدمين للشبكة للاتصال وإنما أيضا يتم استخدامها ليتمكن المستخدمين للشبكة بالاتصال بهذه الشبكة عن بعد بداية عمل ال-PBN من خلال شبكة الانترنت جعلت ال-PBN مرتبطة دائما بشبكة الانترنت في أذهاننا ولكن مع ظهور ال-MPLS والتي أصبحت تقدم لنا VBN مرتبط بشبكة ال-MPLS وليس بشبكة الانترنت وبالتالي قدمت لنا نوع من أنواع الشبكات غير الانترنت التي ممكن من خلاله نحن نطبق عليه تقنية ال-PBN وسميت بال-MPLS لأنها تقدم لنا فكرة ال-PBN ولكن بدلا من تطبيقها على شبكة الانترنت يتم تطبيقها على شبكة ال-MPLS والتي شوف تكون كشبكة عامة تقدم خدمات للعملاء المشتركين وليست مخصصة لعميل معين ويتم استخدام الفيارف لإنشاء جدول توجيه خاص بكل عميل في داخل شبكة ال-MPLS لكي لا يحصل تعارض فيما بين عنوين الشبكات ال-private الخاصة بعملاء شبكة ال-MPLS يقدم لنا ال-MPLS نوعين من ال-PBN النوع الأول اللي هو ال-MPLS ال-MPLS-VBN Layer 2 أو ال-MPLS الذي يعمل ضمن مستوى الطبقة الثانية والنوع الثاني ال-MPLS-VBN Layer 3 وهو ال-MPLS الذي يعمل على مستوى الطبقة الثالثة من أهم مزايا ال-MPLS-VBN أنه أكثر أنواع ال-MPLS أمانا حيث يقدم سيكيوريتي عالي للبيانات والتي يتم نقلها فيما بين الفروع مقارنة بال-MPLS الذي يستخدم شبكة الانترنت كذلك يقدم سرعة وكفاءة في نقل البيانات مقارنة بأنواع ال-VBN الأخرى من أهم عيوب ال-MPLS-VBN تتمثل في أنه أغلى في السعر مقارنة بالإنترنت ال-VBN كذلك هو الأصعب من ناحية الإعدادات وكذلك لا يتم استخدامه لاتصال المستخدمين بالشبكة عن بعد وإنما فقط يتم استخدامه لربط الفروع مع بعضها البعض فقط إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته